اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين وللمسلمين يا أكرم الأكرمين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة سنتناول في هذه الحلقة قضية شائكة وكثر فيها الكلام واستغلت وتوظفت توظيفا من عدة جهات من منظمات من أشخاص ونوضح من خلال السيرة النبوية بعض المعالم في هذه القضية وهي قضية المرأة قضية المرأة واضحة في السيرة النبوية من ناحية الإسلام فقد كانت حديجة رضي الله تعالى عنها أول امرأة أسلمت وكذلك من ناحية الفداء فقد كانت أم ياسر هي الفدائية الأولى وكذلك من ناحية الهجرة والهجرة أمر صعب غاية في الصعوبة ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في مدح الصحابة الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فهاجرت النساء إلى الحبشة وهاجرنا إلى المدينة ونزلت فيهن الآيات وشاركنا النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم في البناء وفي السلم وفي الحرب وفي بناء الأسرة شاركناه في الصلاة في حضور العيدين في حضور الجمعة حتى في المعارك الحربية حتى في الغزو الإقليمي عبر البحر كما جاء في ذلك الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم شاركنا في الفتوى كنا مفتيات كعائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة شاركنا في البلاغ في بلاغ الدعوة وفي دعوة الناس إلى الله عز وجل شاركنا في العطاء فقد كنا يبذلنا من أموالهن فالمرأة حاضرة في السيرة النبوية حضورا واضحا وحضورا بينا وحضورا طاغيا ولذلك الفقهاء يقولون المرأة كالرجل في التكليف وجميع الأوامر التي في القرآن والسنة هي موجهة إلى الرجل وإلى المرأة إلى الرجل والمرأة لا فرق بين المرأة وبين الرجل في التكليف فإذا خاطب الله يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب واحد يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء وهو خطاب بوصف الإيمان يدخل فيه الرجال والنساء وليس خطابا ذكوريا كما يدعي من لا يفقه اللغة العربية ولا خطابات اللغة العربية ليس خطابا ذكوريا بل هو خطاب بالوصف يصف من كان مؤمنا دخل في هذا الخطاب وقد خصهن الله سبحانه وتعالى بخطابات أخرى وزيادة على الرجال وما اختصت به النساء من الأحكام في لقه الإسلامي كان تخفيفا عليهن فالرجال عندهم من الإمكانات ومن القوة ومن تحمل المصاعب الشيء الكثير ما ليس عند النساء فالفرق بين الرجال والنساء في التكلفة الأول الأصل لا فرق الشيء الثاني إن وجدت فروق فهي فروق تخفيفية تخفيفية خفف الله عن المرأة أن تحضر مثلا أن يجيب عليها النفقة أن تنفق على زوجها هذا فجعل النفقة على الزوج وهذا من إكرام الله للمرأة حتى تكون مكفولة من منذ الحمل إلى الإرضاع إلى الحضانة إلى أن تصبح زوجة أما أختا إلى أن تدفن في قبرها وهي مكفولة مرأية في الإسلام خفف الله عليها الجهاد بسبيل الله فلم يجيبوا عليها إلا إذا أرادت هي فقط وإلا فلا جهاد عليها لما يحتاجوا لما فيه من المشقات والصعوبات والمواجهات والجراح لا يحب الإسلام لا يريد المرأة أن تجرح لا أن تجرح معنوياً ولا أن تجرح في بدنها ولذلك فرضه على الرجال لما فيه من كثير المشقات وكثير من البلاء والمواجهات وأما إذا أرادت أن تخرج فقد وجدت في السيرة النبوية الكثير التي شاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحة وغزأت بعض الصحابيات البحر ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الشهيرة التي أخرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك في حقوقها المالية حقوق المرأة المالية لها كل الحق المالي لها أن تتاجر وأن تدير المؤسسات وأن تخرج إلى الأسواق بالضوابط التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها من مصلحتها ومن مصلحة المجتمع المسلم لكن يدها مطلقة في التجارات أن تكون من سيدات الأعمال أن تنشئ سوقاً أن تدير شركة أن تشارك في البرصات أن تستورد أن تصدر أن تعمل ما تشاء في الأموال كذلك في مسألة ميراثها قسمها إلى ثلاث درجات درجة سواها مع الرجل في كثير من المسائل وقد ألف فيها كتاب كامل وصلت أنواع الصور التي زيدت على الرجل فيها إلى أكثر من مئة مسألة فهذا نوعاً والنوع الثاني سواها مع الرجل في مسائل كالجد والجدة مثلاً وكالأخت من الأم والأخ من الأم مثلاً في مسائل وتارة يزيد عليها إذن ليس هناك ميزان متحد فيه مضاعفة للرجل في الميراث لا هناك موازين جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه القضية لا الحق السياسي أن تكون مشاركة سياسياً في الحياة السياسية في الحياة الشروية فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أمة سلمة الحاصل أن المرأة لها حقوقها ولها مركزها يجوز أن تفتي يجوز أن تشارك يجوز أن تساهم في الحياة التجارية في الجهاد في كل الحياة فمن الدعا سوى ذلك فهو إما يجهل الإسلام وإما أنه يبتغي التشويه ولكن صفحة الإسلام ناصعة نريد أن نستمع بعد هذا إلى مشايخنا وإلى إضافاتهم تفضل شيخنا محمد بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم المرأة المرأة كربها الله سبحانه وتعالى تكريما عظيما من خلق آدم أصلا وخلق حواء من ضلعه بيان لأن التكاليف والمشقة محمولة عنها وكذلك في ما يتعلق بوجوب النفقة عليها ووجوب كسوتها ووجوب قضاء حوائجها وسترها وكل هذه الأمور محمولة كما أشرتم إلى ذلك في كلمتكم لكن بالخصوص فيما يتعلق بالسيرة النبوية وجدنا أن النساء كان لهن السبق كما ذكرت ففي حديث إسلامي أبي ذرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تابعك على هذا الأمر قال رجل ومرأة وصبي وعبد فكل شريحة من شرائح المجتمع المعروف ذاك قد دخلها الإسلام كان للنساء أثر كبير في إسلام بعض الرجال كفاطمة بنت الخطاب التي كان لها الأثر في إسلام عمر بن الخطاب وزيدين أخويها كان لهن أثر كبير كذلك في الرأي المصيب فما أشرتم إليه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية عندما أمر الناس أن يتحللوا وأن يحلقوا شعرهم فتأخروا ولم يفعلوا فأشارتهم مسلمة أن يبدأ بنفسه فبدأ بنفسه فاستجاب الناس له فكان رأيها مصيبا ونبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها ذلك كذلك ما كان لهن من المشاركة الدعوية والتضحية الكبيرة فقد خرجت حملة بنت جحش وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرتين تحملان قربة وحدهما من مكة إلى المدينة وكذلك خرجت أم سلمة بولدها سلمة بن أبي سلمة صغيرا في حضنها بعد أن فرقت مع سوجها وفرقت مع ولدها وأوذيت أذى كثيرا وصبرت فأعطوها بعيرا ووضعوا لها ولدها في حجرها وهي لا تعرف السفارة ولا تعرف المسافة فخرجت من مكة وقد اكفهر النهار واشتد حره فرأت عصابة من قريش تجارا جاءوا من قبل الشام فترددت هل تقتربوا منهم أو تبتعدوا عنهم تخاف أن يكون فيهم من يؤذيها أو من يبنعها من الهجرة وأيضا هي محتاهة إلى من يدلها على الطريق فلما رأوها عرفها عثمان بن أبي طلحة وهو إذاك الذي بيده مفتاح في الكعبة وكان من محطم الأرقام القياسية في قريش فهو محطم الرقم القياسي في المروعة فلما رأاها عرفها قال إلى أين يبنة أبي أمي قالت وهاجروا إلى سوشي في المدينة قال هل معك من أحد قالت لا إلا ولدي هذا فقال لا سبيل إلى تركك فأخذ بخطام بعيرها قالت ما رأيته مثله ملتفت إلي بوجهه قط فكان يسير ويقودها وهو يمشي على رجله فإذا رأى ظلا وحان وقت المقيل عقل البعير وابتعد عنها حتى تنزل أخذ عنها الولد وتركها حتى تنزل هي لا تحتاج إلى تستر زائد ثم يأخذ المتاع ويضعه عن البعير ويقيد البعير وينصرف عنها إلى مكان آخر ثم يأتيها في وقت الارتحال وهكذا في الليل يضعها في مكان آمن ويكون هو حارسا لها حتى رأت بيوت المدينة فقال لها هذه المدينة فيها سوشك والقائلها خطام بعيرها فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين إسلام عثمان مع خالد بن وليد وعمل بن عاصي قال رمتكم مكة بأفلاذ كبدها هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم محطمي الأرقام القياسية خالد بن وليد محطم من رقم القياسي في الشجاعة والحرب وعمل بن العاصي محطم من رقم القياسي في الدهاء والعقل والديبلوماسية وعثمان بن أبي طلحة محطم من رقم القياسي في المرؤة فقال رمتكم مكة بأفلاذ كبدها بسم الله تعالى يوفقنا وإياكم بكل خير بارك الله فيكم شيخنا اطط juntos بسم الله الرحمن الرحيم حينما ننظر إلى الآيات الكريمة والسنة النبوية المشرفة والسيرة العطرة لتوصلنا بوضوح إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي هو علاقة التوازن والتكامل وهذه العلاقة هي التي تحقق العدالة ولا نستطيع أن نقول وليست المساواة عدلا حقيقة في جميع الأحوال أو في بعض الأحوال إنما المساواة قد تكون عدلا وقد لا تكون عدلا وهذا أمر محل اتفاق بين الجميع ولذلك التوازن أي القائم على كفتي الإنسانية الذكر والأنثى ولذلك التعبير العربي الزوج هو مش زوجة الزوجة ليس صحيحة الزوجة يعني نصف ونصف الآخر أو الشخص والشخص الآخر يكون هذه الكلمة القائمة على الجناحين أو على الكفتين إذن هذه العلاقة هي الأساس حقيقة وليست ما يسمى بالمساواة التي لا تحقق العدالة الحقيقية وإن كان الأصل العام فعلا قد يتحقق المساواة القرآن الكريم قال من حيث التأصيل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حقوق متعادلة يعني توازن تواما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مساواة كاملة الدرجة التي أشار إليها في الآية الأولى التي يعني ذاتلوتها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هي درجة القوامة ودرجة الإدارة ودرجة المسؤولية بجانب درجة المرأة وكما قلنا في حلقة أخرى كأن الزوج حينما تتكون الأسرة بمثابة رئيس مجلس الإدارة ولكن الرئيس التنفيذية والسي أو كما يقولون هي الزوجة الزوجة هي التي تدير وبالتالي تتحقق يتحقق التوافق بين الطرفين لو نظرنا حقيقة لا يمكن أن تظهر عظمة الإسلام إلا إذا قارننا ما فعله الإسلام بهذه المبادئ العظيمة وما كان قبل الإسلام في جميع الحضارات الجاهلية الرومانية الفارسية حتى في حتى في الديانة اليهودية اللي وصلت إلينا كل هذه الحضارات والأنظمة لم تعطي الحق الصحيح ولم تصل إلى نصف ما وصل إليه الإسلام وهناك أمور أخرى لا يسع المجال للذكرها وهو أنه كيف استطاع الإسلام أن يزيع الأوهام التي كانت تثار حول المرأة فمهد القرآن الكريم تمهيداً للوصول إلى هذه المعادلة الرائعة الأظيمة المعجزة حقيقة في النظام الإسلامي بارك الله فيكم فضل يا شيخنا علي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعاً المرجعية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة القرآن الكريم فلما نأتي بنزول الوحي في القرآن المكي نلاحظ مثلاً في قصة موسى عليه السلام حضور المرأة بقوة يعني مثلاً أم موسى عليه السلام أو دورها أخت موسى عليه السلام مرأة فرعون يعني في النهاية الأمر ابن لي عندك بيتاً في الجنة فنماذج مشرقة نيرة عظيمة هذه يختلف على ما قبل بعثة الرسول بالنظرة للنساء هذا الوحي هذه الرسالة التي يسير عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تكريم وفيها احترام للمرأة عبر التاريخ أيضاً ليسا في فترة الرسول صلى الله عليه وسلم ويستفيد منها في منهجها في الحياة تأتي أيضاً قالت استأجره إن خير من استجابة القوي الأمين فأيضاً في قصة بلقيس بلقيس جاءت في سياق المدح لم تأتي في سياق الذنب وجاءت في نظام دولة ودولة برلمانية وهذه البقاء وهي السيدة وتقول لي يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين ولو أخذت وكانت ذكية وكانت عندها بعض نظر يعني هي لو أخذت بكلام الوزراء والقادة لا دمروا تلك المملكة فكانت أحقل حتى من الرجال ومن الوزراء جاءت في سياق المدح وفي نهاية الأمر قالت إني أسلمت مع سليمان هذا إسلام الملوك مع سليمان لله رب العالمين فتجد جاءت في سياق مدح وثناء في هذا المرأة حتى المرأة العاصية اللي هي في قصة سيدنا يوسف عليه السلام جاءت في الموقف وراودته التي هو في بيتها عن نفسي في نهاية الأمر في نهاية الأمر جاءت في سياق فيه إيمان ورجوع إلى الله لا الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين كلام إيمان هذا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فحديث القرآن عن المرأة رسالة إنسانية لكل مخلوقات الله سبحانه الله لجميع البشر من بني الإنسان فأخذت حيز واسع في كتاب الله فانعكسه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد أسماه وتجد فاطمة بنت الخطة وتجد سيدة خديجة وسومية وروفايدة بمواقفهن المتفردات في إشعال شموع في وسط الضلع بارك الله أفضل على فيكم شيخنا شيخنا نور الدين نور الله عليك بارك الله فيك نورنا الله ينوركم تفاعلا مع ما جاء من إفادات من قبل المشايخ الحقيقة أقول أنا مرة في الأردن في ندوة علمية في المرأة وجدل المساواة في الإرث وحقوق المرأة ومكانة المرأة فكتبت بحثا إجابة عن سؤال ما معنى المرأة أو ما مفهوم المرأة فقلت لهم المرأة هي الإنسان الأنثى والرجل هو الإنسان الذكر فكلاهم يعني يشترك في الإنسانية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى والقرآن الكريم كما عشرتم وتلوتم من آيات كريمة القرآن الكريم حسم هذه القضية حسما نهائيا بإرادة من الخالق سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انسى بعضكم من بعض ولقد كرمنا بني آدم السنة كذلك إنما النساء شقائق الرجال بناء على القرآن والسنة جاء أكلام العلماء تأكيدا وتقريرا لمبدأ أصل الإنسانية والكرامة بين الرجل ومرأة مع مراعاة الفروق الجزئية بناء على الفروق العضوية والجسمانية والهرمونية لكن في إطار الإنسانية في إطار التكليف الإسلامي في إطار عمارة الأرض في إطار عمارة الجنة ابن حزم في كتابه وصول الأحكام يقول قاعدة من قواعده وهي بمثابة القاعدة الأصولية ضمن ما يعرف عند ابن حزم بالدليل النصي والدليل الإجماعي يقول الرجال والنساء سواء هكذا الرجال والنساء في الأحكام سواء المشكلة التي نحن نعيشه في بلادنا العربية الإسلامية منذ قرنين تقريبا مع بداية الاحتلال الأجنبي وبعد ذلك الاستبداد السياسي ثم العداء الديولوجي ثم الموروث الاجتماعي الذي هو عادات وتقاليد في الداخل العربي الإسلامي التي لم تكن بمستوى التأصيل القرآن والتأصيل النبوي والتأصيل العلمي فالمرأة والأسرة والدولة والأمة وجهت واستعديت أو حوربت أو تعبل مع تعاملات مختلفة من جهتين جهة في الداخل وجهة في الخارج الجهة الخارجية هي العداء الديولوجي الذي له موقف ابتداء من المرأة من الأسرة موقف من الإسلام نفسه ومن الشريعة نفسه ومن القرآن نفسه هذا الطيار العدائي وهو جزء من الأمة يعني في الأخير هم يعيشون بيننا ولهم خلفية الديولوجية ولم يستوعبوا أن هذا الشعب المسلم وهذه الأمة هي أمة إسلامية في غالبها أو في دون ذلك وينبغي أن يكون العيش مشتركا على أساس احترام الهوية والمقدسات والحقوق والحرية هذا هو الطيار الخارجي الذي استعدى الأمة واستعدى المرأة وبناء قراءته الإدولوجية على أساس غير عدلي وغير مغضوعي واعتبر أن المرأة مظلومة وإلى آخرين الطيار الثاني في الأمة هو بعض الطيارات الاجتماعية في عادات وتقاليد قال أمرها إلى ماذا؟ إلى ظلم المرأة حرمانها من المراث هذا موجود عند كثير من المسلمين والحجاج والذين يصررون للترويح ويعتمرون ويقرأون للقرآن بعضهم منهم من أفضل إلى ربي ومنهم هو حي حرموا المرأة من المراث وقضية تزويج البنات دون سن الزواج مثلا من دون إرادة من دون مشاورة وغير ذلك مما لحق بالمرأة والأسرة من المظالم بناء على عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان الإصلاح في هذا الإصلاح القانوني والإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي هو الطريق الذي سيعيد المرأة إلى أصالاتها القرآنية وإلى أصالاتها السنية وإلى أصالاتها التاريخية عبر التاريخ وهذا كله موضع نظر وتحقيق وموضع مراكمة في تعليم والوعي والقرارات السياسية والقوانين والسلطة التنفيذية والتشريعية والبرلمانية وأيضا سلطة العلماء والإعلامين نسأل الله التوفيق والتسديد وشكرا لكم بارك الله تعالى فيكم مشايخنا الكرام على هذا التناول ولهذه المداخلات التي زادت الموضوع بيانا ووضوحا وتبين لنا أن الإسلام قنن للمرأة حقوقها وأعطاها حقوقها وجعلها أصولا به أصول كلية وجزئية في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في سيرته عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحو همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي هادي ترجمة نانسي قنقر